أهلاً أهلاً بحضراتكم مرة تانية في الماتش بدايةً قبل ما نبدأ الكلام عن كل الأحداث أحب أوجه لحضراتكم الشكر العميق على التفاعل الكبير اللي كان موجود معنا بالأمس في حلقة إصدافتنا لأن نجم الكابتن إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق اللي تفاعلتم معنا فيها بقوة والحياة أنه حتى الهاشتاج كان ترند لحد النهاردة على حد المغرب يعني زي ما تابعنا فتفاعلكم دايماً بيفرحنا وجودكم معنا دايماً بيكون هو الهدف الأساسي اللي وجودنا إحنا هنا على الهواء مباشرة اسمحوا لي كمان أشكر كل زملائي كل زملائي فرداً فرداً على إعداد وإخراج هذه الحلقة بهذا الشكل المتميز حسب ما كانت آراءكم وبشكركم جداً كالعادة على التواصل الدائم النهاردة في الدورة المصري الممتاز وفي الجولة رقم 31 من المسابقة تعادل الأهلي مع أسترن كومبني في أستاذ المؤولين العرب بدون أهداف صفر هي نتيجة المباراة على مستوى الفريقين ولكن النقطة هي ما حصل عليه الأهلي وما حصل عليه أسترن كومبني بكل تأكيد الأهلي لا يبحث عن هذه النقطة هو يبحث عن انتصار حتى وإن كان الانتصار مش هو اللي يخليه أخذ الدوري لكن يبقى الانتصار هو عامل من عوامل محتاجها الأهلي لكسب مزيد من الثقة على مستوى الموسم الجديد وعلى مستوى الثقة بقى لللاعبين كأفراد وللفريق كجماعة وللمدير الفني اللي في موقف صعب بكل تأكيد في موقف صعب استرن كومبني على جانب أخر فالتعدل اللي هو بحث عنه وما نقدرش أنه هو بحث عنه وربما لو جاته نصيب يعني أنه ياخد التلات نقاط هيبقى ينفع لأنه ما حددش مرمى الأهلي إلا في فرصة وحيدة تقلق فيها علي لطفي في الشوت الثاني بصدها من ميهوب قبل ما أو ده بعد ما الشوت الأول كان فيه كرة غالطت علي لطفي وجاءت في القائم الأيمن لحارس مرمى النادي الأهلي الأهلي حاول كثيرا طوال المباراة من خلال الأدوات المتاحة عند المدير الفني ريكاردو سوريش ولكن المحاولات رغم أنه كان فيه تلات فرص في الشوت الأول وتلات فرص في الشوت الثاني على مستوى الخطورة يعني ما كانتش بتنذر أكتر من الفرص دي بأن الأهلي قادر على أنه يزود أو أنه يزود الخطورة أو أنه يصل إلى ما يريد على مستوى قنص النقاط الثلاث لسه لسه واضح أن الراجل بيبحث عن طرق طرق الهجوم عن أشكال هجومية لا تبدو واضحة لا تبدو واضحة لأنه الحقيقة يعني مش بس ورش هي أزمة الأهلي هذا الموسم أن الفريق اللي بيتكتل دفاعياً أمام الأهلي بيعاني الأهلي أمامه بشدة وده وقت ما الأهلي كان بيلعب بلاعبي الأساسيين وبعد ما الأهلي ريح لعبي أو أغلب قوامه الأساسي فدي المشكلة أنت هنا اللي بتدور على التكتل إزاي تفكه طرق فك التكتل النهاردة ظهرت في تمرتين ثلاثة من العمق في محاولات وانطلاقات وتحركات لحسام حسن ما بين اليمين والشمال والعمق عشان يفتح مساحات لنفسه لكن يبقى أفضل لاعبي الأهلي هو كريم فؤاد كريم فؤاد والماء ده اللي معنا في الصورة دلوقتي اللي لعب يميناً أغلب فترات المباراة ثم تحول إلى اليسار بعد نزول محمد هاني وخروج محمد أشرف أحد المكاسب الأخرى اللي بيجنيها الأهلي بسبب الراحات اللي منحها للاعبيه حالياً لكن الحقيقة كنا دايماً بنتكلم مع نجوم الكرة ومدربي كريم فؤاد السابقين كانوا بيقول لسه مش هو ده المستوى لأن كريم فؤاد عنده أحسن وأنه لما ياخد وقت هيبقى أحسن كريم فؤاد بالاستمرارية اللي واخدها في الفترة الحالية مستوى جيد جداً على المستوى الانطلاقات على مستوى بناء الهجمات على مستوى حتى الدخول لمنطقة الجزاء ربما حظوا كان غير جيد في إهدار فرصة تصدق لها حارس مرمى فريق استرن كومباني قبل ما يردها الدفاع من خلال محمد صالح وهي كانت فرصة خطيرة من على خط المرمى شالها أو أمام المرمى الخالي محمد صالح اللي تلقى بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة بسبب جذب حسام حسن اللي كان في وضعية شبه انفراد قبل منطقة الجزاء مباشرة ورجعها الكابتن محمد الصباحي مع الفار قبل أن يؤكد قراره نقطتين جديدتين بيفقدهما الأهلي وابتعاد جديد عن لقب الدوري دي اللقطة اللي بقول حضراتكم عليها بدأت هنا الشدة عشان كده فاولة لعب من هنا لأن حسام حسن هو ما وقعش هنا بقى هو وقع جوة منطقة الجزاء ففيه تلات أربع خطوات تانية فضل محافظ على اكتزان وعلى قد ما يقدر لعل وعسى لما يقع جوة ياخد الفاول جوة فبتبقى لكن الفاول اتحسب من هنا والطرد ومكان الفاول تم الموافقة عليه من جانب البار اس ترن كومباني على جانب آخر الأهلي مبدئيا بقى عنده 63 نقطة وبيراميز عنده مواجهة لسه بقى بتاعت الجولة 31 لكن الأهلي عنده كده كده مواجهة ليتساوى على مستوى ماشي مع مين مع مين لسه مع الإسماعيلي في الجولة المقبلة اللي هي مباراة مؤجلة من بداية هذا الدور فبيراميز اللي عنده مواجهة مع سموحها هيسعى لتحقيق الفوز لسببين واحد عشان يفضل ملاحق الزمارك لأبعد وقت ممكن ثانيا علشان يبعد هو كمان عن الأهلي فربما ينفرد بواصفها تكون لأول مرة في تاريخه على مستوى مشاركاته في الدوري النصري الممتز أما إسترن كومباني فالنقطة دي حلوتها في أنه بكرة بقى هيتفرج على المحلة والجونة التعادل أكيد في مصلحته خسارة واحد منهم برضو في مصلحته في كل الحالات هو مستفيد من النقطة اللي كسبها النهاردة لأنه بيتمسك بأمل أنه اللي جاي ممكن يبقى أفضل بالنسباله إذا أهدر ده أو ده وأقصد هنا المحلة أو الجونة نقاط جديدة في مسابقة الدوري النصري الممتز في آخر ثلاث جولات من المسابقة بما فيهم الجولة الحالية اللي هي تكون رابعة هذه المباريات المتبقية